تنضم لنا الآن من داخل البرلمان التونسي عضو مجلس نواب الشعب عن الحزب الدستورية الحر عواطف جريش سيدة عواطف أهلا بك معنا بداية ناودا نستمع إلى تعليق على الأنباء التي تتحدث بأن رئيس مجلس النواب راشد الغنوش تقدم بطلب إلى وزارة الداخلية بفضل اعتصام الذي تقومون به اعتصام كتلة الحزب الدستورية الحر داخل البرلمان ولو بالقوة طالعا شكرا على الاتفافة تحية للمتابعين الكرام فعلا راسل البرحة رئيس البرلمان عن طريق رئيس ديوان الحبيب خزر وزير الداخلية طالبا منه تدخل القوة العامة لأخراج النواب المعتصمين من مقار مجلس النواب والمقار الفرعي ومكتب مدير ديوانة وهذه السادقة خطيرة لا يمكن للقوة العامة أن تتدخل في مؤسسة سيادية في البرلمان وبين النواب لو كان لنا رئيس برلمان وليس المرشد العام الأخوان المسلمين الذي يترأس هذا البرلمان وهذه طرقهم ويجهلونه من الدولة فأن هذه الأمور هي أمور داخلية في البرلمان لكن المرشد العام الأخوان المسلمين الغنوشي الذي يترأسه حاليا المسلمين في خطأ تاريخي إن شاء الله سنقوم بإصلاحه وسنقوم ببعض خاصة بعض أمضاء سحب الثقة يتصرفوا على هواه علما وأنني أريد أعلامكم بأننا في اعتصام في المقر الفرعي وفي المقر الرئيسي وفي مكتب رئيس الديوان لحبيب خزر وذلك للحصول على طالبات التالية أذكر بأن رئيس الحزب انتحقت بمكتب رئيس الديوان لتطالب بقرار من المجرمين من دخول المجلس نظرا وأننا تعرضنا إلى تهديدات من ثلاثة أشخاص مشتبههم فيهم ولهم سوابق في العنف وتم أدخالهم إلى المجلس وحيث أننا أصبحنا لا نأمن على أنفسنا كان الأجدر به عوضة أن يستنجد بالقوة العامة أن ننجد نواب داخل المجلس ولا أن يكون حاضر العنف عليهم فهذا المرشد قد أدخل لنا مجينين التعلق بهم شبهات إرهاد سيدة عواطف وعودة مبؤرة توتر نعم أسمع إليك ولكن هناك من يقول بأن اعتصامكم داخل البرلمان لا يسمح للبرلمان بمزاولة أعماله ولا بنعقادة جلسات وكان هناك حديث بأنه كانت هناك جلسة مبرمجة أمس الانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بالتالي كيف تردون على مثل هذه التصريحات؟ بالنسبة للتعطيل أعمال البرلمان من يغطلوا أعمال البرلمان هم بأنهم يخرقون القانون وفقدوا الشرعية التامة لأن من يخرق القانون ويخرق النظام الداخلي ويستفرد بالبرلمان كأنه في مزرعته الخاصة لا يمكن أن يتحدث عن تعطيل فهو يختم في أجندته ويختم في حزبه هذا من ناحية من ناحية ثانية من يتحدث عن المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية اللي يقوم في علمكم بأن مرشح الأخوان هو بوزغيبة محمد بوزغيبة هذا هو عضو مؤسس باتحاد علماء المسلمين بفرعة تونس وتم تعلمون بأن هذه الجمعية مصنفة كجمعية مع أن تتضموا إرهابية وبالتالي هم يصعون سعلا إلى أن تكون هناك ليس محكمة الدستورية لكن محكمة المرشد العام محكمة الإرهابيين وهذا ما نرفضه هنا معركتنا معركتنا أن هذا المجلس تحول إلى حاضن الإرهاب وليس إلى عملا ينفع الناس والعباد هذا المجلس اليوم عندما نطالبه بأن يمنع دخول الإرهابيين يريد أن يمنعنا نحن من دخول المجلس ويفسح لهم المجال لكي يدخلونهم هذا المجلس عندما نريد أن نقول لهم من هم هؤلاء المساعدون الذين نراهم في أروقة وهذه الأروقة ليس بها كاميرات مراقبة وليس بها ما يمكن أن يمنعهم من تعنيفنا ونحن نتعنفه لفظيا البارحة جلسة البارحة فمعنا ألفاظ سوقية ألفاظ بذيئة ألفاظ لا تليق بأي نائب وقد سمحوا لهم بالالتحاق برئيس الحزب فوق المنصة ورأيتم بأن هناك تبادل للعنف ورأيتم بأن هناك من يريد أن يقبض بكرسي فوق رؤوس المعتصنين ولم يكن هناك أي نية في منعهم أئتلاف القرامة هذا الأئتلاف الذي يضم العديد من مشبهي فيهم والذي كفرنا سيدة عواطف أعذروني على المقاطعة ولكن هناك أنباء تحدثت وقالت بأن هناك محاولات من بعض الجهات الدخول في مفاوضات معكم لإنهاء الاعتصام الذي تقومون به في مقر البرلمان هل لك أن تؤكد أو تنفي هذه الأنباء؟ البرحة حاول البعض من النواب رئيس كتلة الأصلاح السيد بن مصفى سي وليد جلاد أيضا تحول أيضا إلى المقر حسناً ما سي ولمسرين العماري لكن وقع في مرحلة أولى منعهم من الدخول وأنتم تتفكرون سابقا بأنه في احتصالنا السابق وقع لحبيب خضر منع رئيس الاتحاد نسائلنا الدخول حتى المحاولات هذه لإيجاد الإسجاب لطلباتنا المعقولة والتي أذكر أيضا أن من ضمنها مدنا بوثائق اللجنة التي تنظر في تصفير الشباب اللجنة السابقة التي نظرت وبحثت في تصفير الشباب إلى سوريا وهذا مطلب من مطالبنا لفضل الاعتصال طلبنا به رئيس الديوان لكنه لم يستجب أرجع ولم يستجب وقام بفتح المكيفة على 30 درجة وقام بحجز المعتصمين وترهيبهم بكتلة أئتلاف الكرامة وستفزازهم وفي ظروف أنتم أعلموا بها أعود إليك وأقول بأنه تم منعهم من الدخول إلى رجل أولا هل يمنع العقل أن يمنع نائب من دخول البرلمان عندما يريد أن يتحول هذا هو الحبيب الخضر وما يفعله ثم عندما رأى بأن ذلك سيصبح شيئا مخجلا بالنسبة لهم ويجروا عليهم الولايات والانتقادات وخاصة أن رئيس قتلة تحية تونس نبههم بعدم استعمال القوة والالتجاء إلى القوة العامة وحذرهم بأن ذلك سيكون خط أحمد قاموا بإدخاله لكن ليس هناك مساعي جدية إلى حد الآن يرفض الحبيب الخضر رفضا باتا أن يقوم بمنع بالتالي سيدة عواطفة الآن لا تردون ولا تقبلون بأي مفاوضات لا لا ليس صحيحا لدينا ثلاث طلبات واضحة وضوح الشمس نحن نطلب بقرار منع ثلاثة من المعتجين الذين اعتدوا علينا بطريقة ساتر على فتحات فيسبوك ومباشرة وفي المجلس وأمام العيان وأرادوا حتى الاعتداء بالضرب على رئيس الحزب نطلب منعهم من دخول المجلس فقط لغاية خاصة وأن منهم منه تفتيش شكرا لك أعذروني على المقاطعة وصلت الفكرة لديق الوقت شكرا لك عواطف جريش عضو مجلس نواب الشعب عن الحزب الدستورية الحر كنت معنا عبر الهاتف من داخل البرلمان التونسي شكرا جزيلا لك